السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الاستاذ امين عبد الحسيب الضريبي معلم اول الحاسبالي بادارته التعليمية. هنتكلم اعزائي طلبة الصف السلسل الاعدادي على خصائص الزر button والمبين لابل صندوق النص تيكست بوكس. وهنبدأ بالزر button هي اداة عند النقر عليها يتم تنفيذ ما بداخلها من اوامر او تعليمات. ابتضغط على الرمود بنفس. ودي معايا دلوقتي الخصائص بتاعت الادات الزر او البوتون. دايما انتوا شايفين معانا كده. اول خاصية معايا خاصية الفور كالر او خاصية اللون الامامي او لون النص او لون الكتابة على الاداة. اي واحدة منهم واحدة. ومعانا الخاصية التانية الخاصية فونت ودي بتحدد حجم الخط ونوعه وتأثيرات الخط ودي من الخصائص المشتركة مع ادوات اللي تحقهم. الخاصية التالتة او الباك كالر او لون خلفية الاداة. ودي برضو من الخصائص المشتركة. الخاصية الرابعة الخاصية size وده عبارة عن ارتفاع وعرض الاداة. الخاصية الخامسة معايا الخاصية location وده بتحدد موقع الزر على النموذج والاحتاس الافتراضي صفر. يلا بينا على اداة اللابل او المبين او بنقول عليها اداة بديل الرسالة او اداة العنوان كله معنا واحد. وهي اداة لا تتيح للمستخدم الكتابة ولا التعديل اثناء تشغيل البرنامج. تمام كده? ومع انا الخصائص اول خاصية auto size وده بتحدد هل حجم الاداة يتغير تلقائي حسب النص ام لا? الاداة بتزيد وتنجس على حسب الكلام. ازا كانت تلقائي يبقى القيمة بتاعتها true. ازا كانت يدوء او عن طريق الفارق يبقى القيمة false. خاصية التانية border style وده اللي هو عبارة عن شكل حدود الاداة او البروز بتاع الاداة. ولو انا مش عاوز الغي الحدود بخلي القيمة none. يلا بينا على اداة التكست بوكس او صندوق النص وده اداة تسمح بالكتابة والتعديل اثناء تشغيل البرنامج. بتكتب الايميل بتاعك فيه لاخبطة بتعدل. ديت عكس اداة اللي المبين او اللي بلا تسمح لكن ديت. ومعنا الخصائص اول خاصية الماكس لينس وده بتبين اقصى عدد يمكن ادخاله في الادا ديت من الحروف والارقام. زي رقم التلفون كده انا عاوز اخليها سبعة مثلا. الباسورد شير وضع رمز بدل من النص. اللي هو تمام زي النجمة او كده. والنجمة هي الوضع الفتراضي. المالتلاين هل الاداة متعددة الاسطور? باكتب على اكتر من سطر. يبقى قيمتها true. باكتب على سطر واحد. يبقى القيمة بتاعتها ايه? false. تمام كده? كده الخصائص. ديت طبعا الخصائص اللي احنا قلناها ديت. الخصائص الخاصة بكل اداة. لكن طبعا كل الادوات ديت مشتركة مع الخصائص المشتركة name والتكست والفون. كان معكم استاذ امين عبدالحسيب الضريبي. معلم اول حاسب الى بادارته التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنساش طبعا تعمل اشتراك معنا او سبسكرايب في القناة ليصلك منا كل جديد. واعجاب على قناة اليوتيوب امين الضريبي. شكرا لحضراتكم.